واحدة من التفاتات فيصل التاريخية نوري السعيد وقع وقعد في عصبة الأمم وجعب عرحان بالطريق بلغ القنصل العراقي في الإسكندرية قال له هذا شدك خبر ترى الملك رح يعزلك من الوزارة قال له شنون يعني سمدخل العراق في عصبة الأمم فالسفير اجي على الملك قال له شنو قصتك ويا نوري ما معقوله انت تعزل ورا ساعات هذا خلاك في عصبة الأمم هذا يفقد الثقة الدولية بك قال له شوف دورات الرجال يحتاج ان يهجر الزوجة بالفراش فهذا الرجل هم لازم احطه اتحده هذا الشي يأقس لك يأقس لك قدرة فيصل في التعامل مع الرجال حتى لا يذهب نوري أبعد من حدوده السياسية ونفوذه يبقى ضمن الإطار المرسول تخيل التعابير المستخدمة المهم اللي حصل ان الجيش قرر اذا السياسيين اللي يتلعبون بنا يوميا مودينا للشمال مرة لجيو مرة نضرب العاثوريل مرة نضرب عشائر الفرات الأوسط شنو القصة مرة نهاجم الكراد عمي ذول يلعبون بنا السياسة احنا نعب السياسة خلينا نقوم بانقلاب خلينا نسوي اللعبة اللي هو انقلاب بكر صدقي الملك ضايج من نوري وضايج من الحاشمي فذول الثانيين واحد انهزم السورية والاخ انهزم المصر من اللي راح المصر المصر راح نوري نور السعيد لان قال هذا يكتني بكر صدقي بعد ما قتل جعفر قال هذا يكتني اليها مات فخلى وطلع راح وايضا ياسين قدم استقالته وراح قاعد بسوريا ومات واندفن قرب قبر صلاح الدين فعفوا في الشام دفن في مقبرة مشهورة الرجل ولا يزال موجود الموقع المهم هجي بكر صدقي سيطر على الأمور الآن اكوح شي دا يحصل في السياسة العراقية رغبة الانجليز بالاستئثار على كل شيء الانجليز اخذوا السكك يديروها من استقل لنا السكك بقت لهم الموانئ عندهم مالتهم هم يديروها والآن اخلونا مالتنا هي بس هم يديروها لا ما هي هي لازم نعرف تاريخها أولا يعني السكك شنون نشأت تمام الموانئ شنون نشأت المهم صالت هذه المؤسسات الأساسية بالدولة العراقية تمام تمام بيها موارد بيها موارد اثنين الانجليز فرضوا علينا أن نوقع لهم امتيازات النفط يعني الشركة الانجليو بيريشن اويل كومباني الاي بي سي العراقية الانجليز أخذوا امتيازات النفط بالعراق لهم بشكل أكثر صارت فبالتالي خلينا نرجع على الملك غازي الملك غازي فالملك غازي خلينا ما توافق على الانقلاب يعني قم بلتين انشمرت على السراعي الحكومة ببعض معظم أنهت الموضوع إجاب بكر سيطرة لكن هنا إذا يحصل شيء هو رغبة ألمانيا في منازعة الانجليز في المنطقة رجعنا غير ما قبل الحرب الأولى فالانجليز ما كان يردون يطلق تسليح ترددون الانجليز يخافون من الجيش العراقي لأنه يشعرون عنده مواقف القومية واحتمالات أن يقاتلهم إذا غموا بالعراق بفلسطين وهذا ثابتة بعقلية العسكر الانجليزي وانتقراها بوضوع ترجمة نانسي قنقر